جيم الرقابة على وظيفة الشراء تهدف الرقابة على وظيفة الشراء إلى التأكد من أن الأداء يتم طبقاً للخطة أو المعايير أو الأهداف الموضوعة وتحديد مدى وجود انحرافات في الأداء ودرجة هذه الانحرافات إن وجدت مع تحديد المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها أو منع تكرار حدوثها وتمر عملية الرقابة بعدد من المراحل هي واحد تحديد معايير رقابة أو مستويات الأداء اثنين قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالمعايير وتحديد الانحرافات ومعرفة أسبابها ويطلق على هذه المرحلة مرحلة تقييم الأداء ثلاثة اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو العلاجية واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذه الانحرافات وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه المراحل أولا مرحلة تحديد المعايير يجب أن تحدد المعايير الرقابية المتعلقة بوظيفة الشراء في ضوء الأهداف المحددة بالخطة وقد يتم تحديد معايير لكل هدف في حالة ما إذا كان الهدف محددا ومبسطا ويصاغ بطريقة تسمح بالقياس الدقيق اثنين مرحلة قياس الأداء والمقارنة بالمعايير وتحديد الانحرافات وأساسها أن عملية قياس الأداء الفعلي لا تقل أهمية عن تحديد المعايير فعدم الدقة في القياس لا بد أن يؤثر تأثيرا سلبيا على تحقيق الرقابة لأهدافها إن عملية قياس الأداء يجب أن تشمل كل من النتائج الكمية المرتبطة بالشراء وكذلك النتائج النوعية كالعلاقة بين المنشعة ومورديها ويلاحظ أنه ليس من السهل قياس النتائج النوعية أو الكيفية خاصة وأن عملية القياس هذه قد تختلف من شخص إلى آخر ومن العوامل التي تزيد من فعالية وكفاءة قياس الأداء هو التنبؤ باحتمال وقوع انحرافات في المستقبل نتيجة لعدد من المعشرات المرتبطة بالعداء الحالي ومحاولة اتخاذ اللازم لمنع وقوعها هذا وليس من الضروري بل ليس من العمل لمراجعة جميع النتائج التي حققها جهاز الشراء فقد يكتفى باختيار عينة ممثلة وبحجم مناسب ثالثا المرحلة الثالثة هي مرحلة اتخاذ الاجراءات التصحيحية بعد أن يتم تحديد الانحراف يجب اتخاذ الاجراءات التصحيحية أو العلاجية لمثل هذا الانحراف واتخاذ اللازم نحو تكرار وقوعه في المستقبل أن تصحيح الانحراف ليس بالأمر اليسير وذلك لأنه في أغلب الحالات قد يعكس الانحراف ظاهرة تتطلب البحث عن السبب أو المشكلة المتسببة فيها ومن الضروري الرجوع إلى دراسة الخطة أو المعيار كأحد المداخل لتحديد سبب الانحراف فقد يرجع الانحراف السالب إلى المبالغة في المعيار الذي تم وضعه في الخطة هذا وهناك عدد من العوامل التي تؤدي مراعاتها إلى تحسين فعالية العملية الرقابية وتحقيق الأهداف المرغوبة ومن هذه العوامل ألف تخفيض الآثار النفسية الناتجة عن الرقابة لأقل حد ممكن با تطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف جيم تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء دال اختيار نقاط رقابية استراتيجية فالرقابة تؤثر نفسيا على الخاضعين لها حيث قد يشعرون أنها سيف مصلط على رقابهم وأن رئيس جهاز الشراء لا يثق بهم وقد ينشأ هذا الشعور عن المفهوم السائد للرقابة على أنها تهدف أساسا إلى تصيد الأخطاء أي أنها رقابة بوليسية ولكن إذا كان المفهوم السائد للرقابة أنها وسيلة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخاضعين لها ويكون ذلك مصحوبا بنماذج تطبيقية تدعم هذا المفهوم لا أدى ذلك إلى التخفيف من مثل هذه الآثار النفسية السلبية ويركز أسلوب الإدارة بالأهداف على الأهداف المطلوب تحقيقها أكثر من التركيز على الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب توفير توصيف أفضل للوظائف وكذلك تقييم أفضل للأداء في الوظيفة أما تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء فيتطلبه دواعي الاقتصاد والوفر في الجهود الرقابية حيث يتم توجيه جهود الإدارة إلى الانحرافات التي تخرج عن الحدود المسموح بها وبالتالي يتم تركيز الجهود على الانحرافات غير المتوقعة أو التي تخرج عن نطاق الحدود المسموح بها وذلك بدلا من تبديد هذه الجهود في المراجعة التفصيلية للأداء وأخيرا فإن اختيار نقطة رقابية استراتيجية على العملية عند بدء وأثناء القيام بها وعدم الانتظار حتى الانتهاء منها للقيام بالرقابة يعد أيضا من العوامل التي تساعد في فعالية الرقابة ترجمة نانسي قنقر